النصيحة النصيحة هي لكل إنسان أن إذا جاءه مولود سواء ذكر أو أنثى أن يسميه الأسماء الطيبة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله و عبد الرحمن وأصدقها حارث و همام أصدقها حارث و همام و كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التسمية بأسماء الأنبياء و سمى ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالتسمية بأسماء الأنبياء و كذلك النساء التسمية بأسماء الصالحات الطيبات لأن للأسماء تأثير سبحان الله العظيم في الأشخاص الأسماء فيها تأثير في الأشخاص و لذلك عبد الله و عبد الرحمن عبودية لله عز و جل حارث و همام فيها علو الهمة و فيها العزيمة و فيها القوة حارث و همام و كذلك والابتعاد عن الأسماء الرخوة الأسماء التي فيها تعكي الصورة سيئة عن الشخص مثلا سواء كان اسم لذكر أو اسم لأنثى ولذلك العلماء يقول مثلا في معركة بدر لما تقدم الثلاثة من الصحابة في المبارزة في مقابلهم ثلاثة من المشركين شيبة وعتبة والوليد الوليد ضعيف من الولادة يعني الصغير وعتبة من العتب وشيبة من الشيب يعني من الكبر سبحان الله في المقابل حمزة وعلي وعبيدة هؤلاء الثلاثة حمزة وعلي وعلي من العلو حمزة من الشجاعة وكذلك عبيدة فقضوا على هؤلاء فيقول العلماء انظر سبحان الله كيف للأسماء تأثير العسماء تأثير سبحان الله بعض الأسماء يعني مع تقدم الولد أو العم من سواء كان ذكر أو أنثى بالسن ربما تنعكس على نفسيه وصاب بعقدة معينة كثير من الأولاد يعاني عقدة من اسمه وكثير من البنات يعانين عقدة من أسمائهن تصبح مثلا محل تندر وسخرية واستهزاء البنات في المدرسة فلذلك نصيحة أن يبتعدوا عن مثل هذه الأسماء التي ليست من ديننا وليست من لغتنا وليست من بيئتنا يعني حتى من بيئتنا أنا ما أقول والله لازم اسم فلاني لأنه ما يجب لكن سمي الإنسان بأسماء الموجودة المعروفة أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع